موسيقى إذن المملكة على موعد مع منخفض جوي يبدأ تثير يوم الأحد التفاصيل بعد قليل إذن يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة اعتبارا من يوم الأحد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة أو تعتبر شديد البرودة وقطبية المشاة وكما شرحنا في نشرات سابقة يتوقع أن يزداد تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة والقطبية اعتبارا من ساعات نهار يوم الأحد ويستمر تأثيرها خلال عدة أيام قادمة نبدأ بالأحوال الجوي متوقع فجر يوم الأحد يتوقع أن تكون هناك رياح قوية ربما تهطر بعض الثلوج فوق جبال جرش وعجلون العالي ولكن السمى الأساسية للأجواء نهار يوم الأحد هو الرياح القوية والتي قد تصل سرعة بعض هباتها في ذات الوقت إلى 80 كم في الساعة ساعات الظهيرة يتوقع أن تكون هناك أمطار غزيرة تبدأ هذه الأمطار في المنطقة الشمالية تمتد تباعا إلى المنطقة الوسطى وبعض المناطق الجنوبية تكون هذه الأمطار نصوبة بالبرد أحيانا والرياح القوية تستمر بل وتزداد وتصل سرعة بعض هباتها إلى تقريبا 100 كم بالساعة أو أكثر وهنا طبعا يكون هناك تساقط للثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاحها عن 1200 متر على سطح البحر والتي تشمل جبال جرش وعجلون العالية إضافة إلى المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية مع ساعات العصر يستمر الوضع على ما هو عليه أمطار غزيرة وأيضا رياح قوية تساقط الزخات البرد وتستمر الثروج بالتساقط فوق المناطق التي يزيد ارتفاحها عن 1200 متر على سطح البحر في حين في ساعات العصر يتوقع أن يبدأ تساقط الثلج لكن بشكل مخلوط مع الأمطار فوق المناطق الأقل ارتفاعا ويشمل ذلك بعض الأحياء المرتفعة من العاصمة عاما مع دخولنا مع ساعات المساء تبدأ الثروج متقطعة بالتساقط فوق المناطق التي يزيد ارتفاحها عن 900 متر على سطح البحر وبالتالي تشمل أجزاء وأحياء أوسع من المدن الأردنية بما فيها أيضا أحياء واسعة من العاصمة عمان ومع ساعات الليل تستمر الثروج على فترات بالتساقط فوق المناطق التي يزيد ارتفاحها عن 900 متر على سطح البحر يوم الاثنين مع ساعات الفجر يستمر تساقط الثروج بشكل متقطع ما بين الحين والآخر وتكون فوق المناطق التي يزيد ارتفاحها عن 900 متر على سطح البحر وربما أيضا حتى مع ساعات الفجر تصل إلى المناطق الأقل ارتفاعا مثل 800 متر عن سطح البحر وأيضا مع تقدمنا مع ساعات الظهيرة تبقى الثروج متوقعة فوق المناطق التي يزيد ارتفاعا 900 متر ولكن بشكل متقطع وكما ذكرنا سابقا مع ساعات عصر ومساء يوم الاثنين تضعف فرص الهطول في المنطقتين الشمالية والوسطى في حين تزداد الفرص حطول الثلوج وتسقط الثلوج كثيفة حتى في مناطق مثل الكرك والطفيلة والتي طبعا يتوقع تتعرض في ساق الثلج كثيف اعتبارا من ساعات عصر يوم الاثنين إذن كملخص تكون الأجواء ثلجية ليلة الأحد على الاثنين في بعض المناطق تستيقظ العاصمة من ربما على تراكمات ثلجية صباح يوم الاثنين ولكن لا توقع أن تكون هذه التراكمات والسمكات كبيرة بحيث تعيق مدى أو مظاهر الحياة العامة إلا في بعض المناطق الاسيمة التي يزيد ارتفاعها عن 1200 نصر البهر نعود ونكرر من التحذيرات بشأن الحالة الجوية متوقعة نهار يوم الأحد وهي عبارة عن سرعة رياح قوية جدا تصل بعض هباتها لـ 100 كم بالساعة تدني مدى الرؤية الأفقية سواء فوق الجبال كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض أو بسبب الغبار والعواصف الرملية التي قد تتشكل في المناطق الصحراوية الأمر الثالث هو من خطر حدوث الانزلاقات في الطرق كنتيجة للتراكم الثلوج وتساقطها في بعض المناطق الجبلية كونوا معنا دائما على التواصل عبر تقس العرب عبر تطبيق الهواتف الذكية الأندرويد والآيفون وعبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة نتمنى لكم نهار سعي جميعا إلى اللقاء